أحكام بديلة حملها قانون العقوبات بصيغته الجديدة تمكن الجهة القضائية من استبدال عقوبة الحبس المنطوق بها بعمل للنفع العام بدون أجر أو بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة القضائية باستخدام السوار الإلكتروني وذلك وفق كيفيات وشروط معينة العمل للنفع العام من دون أجر يكون للمحبوسين البلغين من العمر أكثر من 16 سنة وللمحكوم عليهم بعقوبة سجن لا تتجاوز الخمس سنوات وتتراوح ساعة العمل ما بين 40 ساعة و600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم يحب في أجر أقصى 18 شهرا ولفائدة شخص معنوي أو جمعية نشطها دو صالح عام أو دامنفات عمومية ويكون الوضع تحت الرقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم بالسجن لأقل من ثلاثة سنوات وبإمكان قاضي العقوبات الترخيص لحاملي السوار الإلكتروني بمغادرة مكان تحديد الإقامة في حالة العلاج أو اجتياز امتحان وفي حالة قيام حامل السوار الإلكتروني بنزعه أو تعطيله يتعرض للعقوبات المقررة في جريمة الهروب سياسة العقوبات البديلة توجه تنتهجه الجزائر بغرض إعادة إدماج المحبوسين والتخفيف من نجبة الإجرام في الأوساط الاجتماعية